الاجتماع ده متعلق بالموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطاري للأبحاث والتدريب في مجمع الانتاج الحيواني والألبان في مدينة السادات كلها شرف زيارة المجمع ده مهم الريس عاوز يعرف ايه هي مستجددت عزيز المنظومة المحلية لانتاج الأسمدة الأزوتية جاي لك في الكلام اتقل الريس وجه بتحقيق الاستغلال الأمثل للمركز العلمي البيطاري في مجمع الانتاج الحيواني والألبان اللي بفصادات طيب ازاي يا فندم قال لازم نوفر البنية الأساسية اللازمة للباحثين العلم يعني من حيث المعدات والأجهزة العلمية الحديثة والمعامل إلى آخره طيب وجنب ده تقديم الدعم الفني للكوادر علشان نبقى متوفقين مع المعايير العالمية لجودة الأداء وجودة التشغيل كمان الريس وجه بأنه الرؤية المستقبلية هنا بقى حدنا نتكلم على استراتيجية طويلة الرؤية المستقبلية لهذا المركز العلمي البيطاري أنه يقدم كل الخدمات الفنية والمعملية في نطاق محافظات الدلتا مش بس كده ويشتغل كمركز بحسي تطبيقي للأبحاث العلمية الأبحاث مش معمولة علشان تتحط في الإدراج الأبحاث معمولة حتى تطبق على أرض الواقع خصوصا الأمور بقى المتعلقة بتحسين السلالات تعظيم انتجية اللحوم تعظيم انتجية الألبان ومش بس كده احنا عاوزين كمان نعمل تأهيل لخارجين الجداد من الكليات المناظرة في التخصصات المختلفة علشان يبقوا جاهزين لسوق العمل هتيجي تقولي طيب ده كلام جميل انت قلت في الأول مهم جدا وهقولك وليه أقولك مهم جدا انت بتتكلم على انه لما نيجي نقول انه مصر تعتمد في جزء كبير جدا من مواردها واقتصادها على الزراعة يبقى انا لازم اعمل منظومة متكاملة للاقتصاد الزراعي طيب احنا بنعمل منظومة متكاملة للاقتصاد الزراعي ازاي انا في دقيقتين عشان ما تأخرش على حضراتكم لان احنا عايزين نتكلم على المؤتمر الاقتصاد انا بكبر وبوسع الرقعة الزراعية بتاعتي يبقى هنا ايه النطاق الافقي طيب وبعمل ابحاث وبدعم الباحثين علشان انتجية الفنان الفنان قد الفدان تزيد يبقى كده ايه النطاق الرأسي الانتجية بتاعت الفدان تزيد اللي كان بينتج مثلا عشرين ارداب بينتج خمسة وعشرين وهكذا طيب وإيه كمان ما انا علشان اعمل ده يبقى انا لازم كمان ادعم ان اقتصاد زراعي بقى الانتاج الحيواني والداجيني فبعمل ايه بدعم صناعة اللي هي ايه بقى الانتاج الحيواني والانتاج الداجيني طب عشان انا ادعم هذه الصناعة مش بمول الصناعة ادعمها يبقى انا بعمل المركز البحثية اللازمة بتاعت ده من جهة من ناحية تانية لازم اوفر الاعلاف فانا بزرع كميات اكبر من الصوية وكمبيانات أكبر من الدورة الصفرة عشان أدعم صناعة الأعلاف طب وهندعم الزراعة إيه كمان في الحالة دي يبقى لازم أعمل مجمعات لصناعة الأسمدة على أعلى مستوى لأن أنا بالتوازي بشتغل على إيه بشتغل على طبطين الطرع وبشتغل على محطات المعالجة وبشتغل على مد شبكات الري وشبكات تحليل ومحطات تحليل الميا إلخ 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 يبقى أنا هنا بعمل إيه اقتصاد زراعي متكامل كده يبقى إحنا ماشيين صح عملت حاجة وسبت الباقي يبقى إحنا إيه ماشيين بنحجل لكن إحنا كده ماشيين بالمزبوط طيب